الجاهلية قبل الإسلام واضحة ويعامة فلما جاء الإسلام زالت تلك الجاهلية بنور الإسلام وبالعلم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد تكونك جاهلية بعد الإسلام مما يحدث في الدين من بدع وخرافات لكنها جاهلية نسبية ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنك أمرء فيك جاهلية وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة معنا عند مسلم أربع في أمة من أمور الجاهلية لا يتركونها ولا تكون عامة لأن هناك بعض المصطلحات يروج لها جاهلية هذا العصر أو جاهلية هذا القرن هنا يترتب عليه أن من يعيش في هذا العصر الذي وصف بأنه جاهلية أنه كافر وهذا ليس بصحيح بل ترده النصوص الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خاذرهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هذا يدل على استحالة تكونك جاهلية بعد الإسلام جاهلية عامة بعد الإسلام فهي جاهلية نسبية إما في شخص أو في مكان معين ولا تكون عامة قول البشرية عادوا إلى الجاهلية التي قبل الإسلام هذا كلام باطل بل هذا السلامة والعافية أعظم من الخوارج هذا المعتقد الذي يقال به إن كان يقال ويرد أن يرتب عليه أمورا وأحكاما لكن كانت مجرد مقولة لأن بعض من الناس لسان لغيره مجرد ألفاظ يسمعها وإذا به يلقيها من غير ما يفهمها ولا يفهم ما يترتب عليه لكن إن كان يعرف ما يترتب عليها من أن هؤلاء البشر أو هذا الزمن عادوا إلى ما كان عليه البشر قبل مجيء الإسلام فهذا معتقد أعظم من معتقد الخوارج لما؟ لأنه واصف الإسلام لأنه غير موجود أنكر الإسلام أنكر الإسلام ومن ينكر الإسلام فهو كافر بل هذا إلحاد في الدين